فتحت أوراقها بين تصويت على موادها وبين حذف بعضها وتأجيله تلك موازنة العراق الثلاثية التي تحدث لأول مرة منذ عام 2003 حيث كانت الحكومات السابقة تعد موازنة لعام واحد فقط والموازنة الثلاثية التي أحدثت جدلا وصل إلى حد التصعيد السياسي في البيت الكردي اعتراضا على تغييرات مواد تتعلق بحقوق الإقليم وخلافات كتل سياسية على حقوق المحافظات النفطية إلى أن حضرت أخيرا على طاولة التصويت التشريعي على موادها 67 مادة يقلبها نواب البرلمان من مكونات سياسية على جوها إما بحذف أو تأجيل أو تصويت إذ كانت الثلاثة أيام الأولى الأكثر أهمية للحراك البرلماني نظرا لأهمية المواد التي صوت النواب عليها بعد أن حذف منها المادتين الرابعة والثانية والعشرين مواد معظمها تحمل من الأهمية القصوى لشارع سياسي وشعبي ينتظر موازنته على أحر من الجمرة للبدء بتنفيذ المشاريع والشروع كما تقول الحكومة بتحقيق نتائج وعود منهاجها الوزاري ومن بين تلك المواد الأكثر أهمية الثالثة عشرة والرابعة عشرة التي كانت محورا لاحتجاج الكردي على تعديلات اللجنة المالية النيابية لهما سيما التعديل المتعلق بتصدير النفط ونقطة التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الإقليم شهريا وإجراء التسويات الحسابية وآلية تسليم حصة الإقليم بعد تسديد إراداتها النفطية من المواد المهمة أيضا المادة الحادية والعشرين والخاصة بضريبة المبيعات وحوافز هيئة الضرائب ورسم العمالة الأجنبية والمادة الخامسة والعشرين الخاصة بإعادة ارتباط صندوق الإقراض الزراعي بوزارة الزراعة والمادة الثامنة والعشرين الخاصة بالرواتب للمحالين على التقاعد والمادة التاسع والعشرين الخاصة بإجازة الخمس سنوات والمتعلقة باحتساب خدمة العقد والأجر كخدمة لأغراض العلاوة والترفيع عند التثبيت على الملاك الدائم أما احتسابها لكافة الأغراض ومن ضمنها التقاعد فتحتسب بعد دفع التوقيفات التقاعدية بشكل دفعات أو دفعة واحدة لصالح صندوق التقاعد إذن وبعد طول انتظار لموازنة تبلغ القيمة الإجمالية لمشروعها لعام 2023 أكثر من 197 تريليون دينار أي نحو 135 مليار دولار وبعجز مالي قدر ب63 تريليون دينار أي أكثر من 40 مليار دولار بعد طول انتظار تخرج إلى العالم وسط ترقب سياسي وشعبي يتطلع إلى أي مصير اقتصادي واستثماري وقطاع خدمي وحقوق محافظات ومواطنين ستحقق تلك الموازنة أو تحل عقدا شائك بقضايا البلاد التي فاقمتها أزمات سياسية متلاحقة وأمنية وخلافات كتل سياسية